اشتركوا في القناة البرامج هذا أخوان الأعزاء يتكلم طبعا مثل ما تعرفون عن الأمثال الشعبية عندنا والأمثال هذه أخوان الأعزاء مختلفة وكثيرة منها مثال شعبية بحرية ومنها مثال زراعية ومنها مثال خاصة بالبادية والصحراء ومنها مثال خاصة بالحكام وغيره ولذلك نحن يعني دائما ننتقي من هذه الأمثال طبعا أنا دائما في هذه الحلقات أرحب بزميلي اللي يكون معاي دائما اللي هو الأخ علي الحمادي وهو أستاذنا في الخط بخط إن شاء الله هذه الأمثال الشعبية الجميلة وإن شاء الله عشاء سننفهمها من خلال التركيز على كتابتها وعلى يعني نطقها فخلونا أخواني العزاء معاكم في أول مثل من هذه الأمثال الشعبية المثل يقول أخواني العزاء الأول يقول التمر بالخص والعيش بالقص التمر بالخص والعيش بالقص خلونا نيلس على الكرسي ونشرح هذا ترجمة نانسي قنقر خلونا أخواني العزاء نشرح هذا المثل اللي يقول التمر بالخص والعيش بالقص التمر طبعا ما أحد ما يعرفه كل حد يعرف التمر وهذا المثل أخواني العزاء أنا متأكد أنكم سمعتوه بس يعني ممكن مجموعة كبيرة ممكن فهموه يمكن يعني بعض الأخوان وبعض الأجيال اليديدة يمكن ما يعرفون معناته بالضبط شو شو القص التمر بالخص والعيش بالقص خلونا في المفردات شو معناته التمر بالخص التمر بالخص إخواني العزاء معناته يعني يعني تخص الشيء يعني تنتقي التمر اللي تباهها تختارها التمر بالخص تختار التمر اللي تباهها زين والعيش بالقص شو معناة العيش العيش طبعا نحن عندنا العيش هنا في الإمارات اللي هو عندنا وفي أيضا الدول الخليجية العيش عندنا اللي هو الأرج أهم غذائين موجودين عندنا كانوا أجدادنا أيام زمان أكلهم التمر وقهوة وعيش ما عندهم غير شيء يأكلون التمر يشربون قهوة والعيش والقرص اللي هو الخبز يسون الطحين أو القم المثل هذا أخواني الأعزاء هذا فيه نوع من تعليم الأبناء وتعليم حتى نحن نوع من السنع اللي نحن نسميه السنع والأدب في الطعام وفي الأكل يقول لك إذا بتيل تاكل التمر مع حد يعني مع جماعة ولا مع مثلا ضيف خاصة يعني هذه حق العيال زينا يتعلمونها عادي التمر ممكن طبعا أنت تاكل مما يليك ما بتحط تتنقى يعني بالخص التمر بالخص تنقى التمر زينا ما تتنقاها أنا ما أقولك تنقاها من جدام ضيفك عيب كل من ما يليك كل من جدامك تنقاها من التمر لجدامك هذه ولا هذه ولا هذه خطار طالع ولكن وقت أكل العيش سواء في الغداء أو العش تراك تبتها كل جدامك العيش ما بتصير تطالع على تنقى العيش واحد إذا أنت بتطبق عيش بطبق بتطبق عيش نوعين بتحط مكنوب بتغرف من مع بعض لا مستحيل بتيب مثلا نوع حبة طويلة وحبة قصيرة صغيرة وبيطبقون ملك في البيت لا أحساس تنقى منهم لا العيش تراه واحد مليونيا فتاخذ تقص تقص وتاكل ما تنقى أما التمر لا تختار وهذا طبعا مع يعني الاهتمام أو التركيز على أنك ما تاكل من جدام ضيفك أو جدام الآخر لجنبك كل من جدامك سواء بغيت تتنقى من التمر ولا بغيت تاكل من العيش طبعا هذا المثل أخواني العزاء يعني هو يعني عن 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 أدب الأكل عن أدب الطعام هذا ما في يعني ما في تفسير ضمني وتفسير ظاهري هذا عن الأكل عن أدب الطعام نحن قلنا على المثال تعلمنا كل شيء إن شاء الله استوعبتوا هذا المثل وإن شاء الله نحن تواصلين وياكم مع مثلنا والحين إن شاء الله مع مثلنا مثلنا الثاني أعزائي مثل ما تشفون عنه حيقول الحب يطلع على بدرة الحب يطلع على بدرة خلونا أعزائي المشاهدين أولا نشرح المفردات المفردات المثل شو معنات الحب أنا عارف يعني أنتم عندكم أو بعضنا بعض المشاهدين ممكن يلفظونا حب بس هي لا حب ممكن حد يعني يفهمها يفهمها حب الحب أخوان العزاء أيضا اللي هو خرس الماء نحن نسميه خرس أيضا حب والحب غير والحب غير المثل هذا يقصد الحب تعرفون الحب أخوان العزاء الحب المقصود به القمح حب القمح والمقصود به كناية عن الثمر 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 انخلا ثمر الزرع اللي بذوله الزراعة أي شيء نسميه يعني نحن نسميه هنا يقولون حب عنه هذا الأولين يعني نتيجة الزراعة يعني بذول القمح النتيجة يسمونها يصيف 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 القمح يسوي حب خلاص الحب هذا اللي هو يطحنون يسوينا القمز يسوينا الطحين المقصود بالحب اللي هو الثمرة الحب يطلع على بذرة انت اذا زرعت مثلا جبت لك مثلا دورت لك نوعية من يعني خلونا ناخذ شو عندها يعني من البذور اللي هي نحن ممكن نزرعها بذرة مثلا بامية يبتلك بامية بذرة نوعية مبزينة وزرعتها في الحقل عندك أو في المزرعة نوع رديء ما في يعني حتى يعني يطلع مثلا النتيجة أو الثمرة تطلع صغيرة ولا تطلع مثلا مبزينة ولا ما فيها طعم ولكن يعني دورت لك بذرة زينة وزرعها بشو تطلعك فتطلع لك البهمية الوحدة القبر وجهة على طول مبعاصة ولا شي على طول إذا تخسرها يعني يعني السوي صوت تكسر في يديك من حلاتها فأخوان أعزاء يعني هذا المثل يعني يقول لك أنك يعني دائما يوم بتبذر شي ابذر من بذرة جيدة أنا مثلا إذا بذرع خلا في المزرع عندي بختار خلا مبزينة لا أنا بذرع لي مثلا خلا جيدة بذرع لي مثلا خلاص بذرع برحي بذرع لي مثلا فرض بذرع مثلا سلطانة بذرع مثلا بذرع مثلا زاملي يعني شي من من الخيل الجيدة إذن هذا المثل أخوان الأعزاء مثل جميل المثل يعني يتكلم عن الزراعة ولكن في حقيقته كناية عن الاختيار الصحيح في أم الأبناء اللي ينتبه تيبهم في الزوجة يعني لازم تختار الزوجة الصالحة الزوجة يعني اللي من أصل طيب ويعني أهلها طيبين وسيرت طيبة وسيرت كذلك إذا كانت الزوجة والزوج من يعني عائلة طيبة يعني ذو سير يعني طيبة وزينة والكل يتنع عليهم بيكونون الأبناء من خيرة الشباب ومن خيرة العيال وإذا كانوا عكس ذلك يعني قيس ما وتتعب عيالك بيكونون بيكونون مثلك لازم نحن نختار ل يعني الرسول يقول اللهم صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق ده الساس لازم يعني الواحد مثلا اللي بيزوج يختار المرأة الجيدة المرأة الطيبة من البيت ومن أصل أصل فصل ومن الناس الزينين ومن الأهل يعني ذوي السيرة الحسنة والسيرة الطيبة ولذلك العيال إن شاء الله بيكونوا من أفضل الأبناء ومن أفضل الأطفال في الحي و يكونون من أفضل الرجال هذا تقريبا مثلنا الثاني إخواني العزاء والحين إن شاء الله عند مثلنا الثالث مثلنا الثالث أخواني الأعزاء مثل ما تشوفون على اللوحة يقول شاردة ولقعت محدار شاردة ولقعت محدار تعرفون شو معنات شاردة شاردة أخواني الأعزاء جاية من كلمة شردة شردة يشرد باللهجة العامية وهي في الأصل حربة يهرب أصلها يعني شاردة يعني حاربة ولقعت محدار شو معنات المحدار المحدار أخواني الأعزاء هو المكان النازل جاي من كلمة حدر يحضر الانحدار تحضر إلى أسفل فهذا المثل أخواني الأعزاء أصله على على يعني على بهيمة على دابة اللي هي اللي هي ناقة هتوقع عنها ما يقصد بها ناقة هاي الناقة شردت عن صاحبها فلت مثل ما يقول خلنا نقول فلت بالمعنى اللي هو متعارف عليه عشان تفهمونه زين أو هربت عنها شردت عنها فتشت القيد أو الخطام وفلت وشردت صارت وهي شاردة حصلت لها أرض نازلة شو تبقى بعد يعني هي يوم شردت ما حصلت لها مرتفع عشان تتعب لا حصلت أرض نازلة محدار فبغتها من الله سيدة روحت ما لحقها يوم حصلت لها بعد نزلت قدامها بعد بلحقها شردت عنها بعيد صارت عنها شو اللي ساعدتها ساعدتها منزالة أو المحدار الأرض النازلة الظهر كانوا في مكان مرتفع ونزلوا حصلت يعني تحتم مكان نازل مثل هور مثل مثلا مكان نازل فهي نازلة وهي إشاردة حصلتها مكان نازل وزادت من سرعتها ساعدتها فهذا المثل أخوان العزاء يعني هذا هو يعني ضرب على على بهيمة أنها شاردة وما قدر يوم يعني يأس منها فخلاص تركها أنها حصلت لها منزالة وروحت ورواحات ما قدر إحقها ولكن هذا المثل أخوان العزاء له مثل ضمني هذا يضرب للشخص اللي مثلا متعايز عن شيء وحصل شيء يساعده حصل لأي مخرج أنه يساعده في العذر ماله فنقول يعني شاردة ونقول يعني شاردة ولقيت محدار نضرب المثل في الحالة خلونا نأخذ مثل على يعني ما تنقوله هذا مثلا مثلا إذا مثلا واحد مثلا من ربع قلت له خلنا نسير وياق اليوم مثلا نسير مثلا نزور الفلانيين وهو طبعا يوم قلت له كذا أنت يعني هو ما لنفس يسير مثلا القرية الفلانية والمدينة الثانية الثانية يزورها ما لنفس يعني تعبان الظاهر فمن خلال يعني رمزت وياق وسؤالك مثلا عن ذنوبة سير وليش وهذا التعب علينا وحر وشي يودينا دخلت مثلا واحد من من عياله قال له مثلا أبوي مثلا السلم عليك أمي تقول لك مثلا أبويك مثلا توديني المكان الفلاني قال له والله اسمحني طلشتني نحرمه تبعني أسير أخذ لها شي حق ولده فشو قال له قال له صراحة شارده و لقيت محدار انت أبورك متعايز وحصلت ياك الولد قال له كمي تباك يعني يضرب في هالحالة هذا المثل هذا طبعا أخواني الأعزاء مثلنا الثالث وشار الحين مع مثلنا الرابع مثلنا الرابع والأخير أخواني الأعزاء يقول شرطا عند الهيس ولا نزاعا عند الينور شرطا عند الهيس ولا نزاعا عند الينور طبعا هذا المثل أخواني الأعزاء أيضا مثل زراعي خلونا نتكلم أولا عن معاني المفردات فيه هذا المثل الشعبي شو معنات الشرط الشرط أخواني الأعزاء هو الشيء اللي يلزمك العمر اللي يلزمك هذا هو الشرط اللي يلزمك أنك تأديه الواجب اللي عليك هذا الشرط عليك مثلا أنك يعني هذا الشرط شرط أنك مثلا تسويه جذا و جذا هذا هو الشرط الأمر اللي أنت ملزم أنك تسويه وجمعه شرط شرطا عند الهيس شو معنات الهيس الهيس معنات أنك تحرث الأرض عشان تزرع وأول الهياسة بطرق وايد أول كانوا يتقرون يسوونها بالثيران الثيران يحرث الأرض أو مثلا لبغال أو الحمير تكرمون وهذه العادة موجودة عندنا في الماضي في الأمارات موجودة في الوحاة وموجودة في الإيبال الهياسة عن طريق الدواب أكثر شيء عن طريق الثيران وما زالت موجودة الآن في الدول العربية الأخرى وفي الدول الأفريقية فمصر موجودة في دول الشام الحرافة عن طريق الحيوانات أما طبعا في السنوات الحديثة اطورت العملية يابوا آلات حرث سيارات سيارات كبيرة مثل البلدوزر خاص حق الحراثة آلات موجودة عندنا يعني الحمد لله الحكومة من قصرة يعني من بداية يعني السبعينات يعني يابوهن أذكر في المزارات الزراعية أو في المقاتب الزراعية مثلا اللي يبغي مثلا يهيس مزرعته وعنده شيء وقبل المواسم يودولهم يصير يسجل أسماء موعد وعلى طول يتيه التركتر نسميه أو الأي شيء يتيه تحرثنا الأرض ولا نزاعا عند لي النور شو معنات النزاع النزاع اللي هي من نزاعة المشكلة أنا يعني أتنازع وياك أنا أسي مشكلة وياك النزاع 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 اللي هي المشاكل بين أثنين أو بين أشخاص نزين شو معنات لي النور نحن المشكلة حد منكم يعرف شو لي النور لو حد وياكم من من الأوليين الشواب الأوليين بيعرفونه لي النور أخواني الأعزاء كلمة طبعا نحن ما نستخدمها الحين لأننا انتفت الحاجة نحن نحن ما نستخدمها الحين مثلا الحصات آلات تحصد وبعدين الشيء اللي نحصده نحن أول في الأول الحين من موجود عندنا أول أهاليين يزرعون قمح ويزرعون شعير وغيره الحين من موجود هذا خراص حين نحن نستكل نستورده القمح أول كان يزرعونه في الإبال في الواحات كثرة الماء وكثرة المطار الحمد لله الحين هاي من موجود عندنا ولذلك الكلمة هذي تقريبا اندثرت الي النور الي النور تعرفون المصطح هاي بعد ما تعرفونها المصطح اللي هو ينشرون عليه التمر ويجففونه ينقونه وعقب ما ينشف ينقونه زين وما بزين ينقونه ويمعونه زين ويسوونه تمر ينظفونه مصطح الي النور نفس المصطح هو لكن حق الحب المكان اللي يمعون فيه كل يعني القمح اللي حاصدينه العواد ماله وغيره والقش اللي فيه يحطونه مكان واحد وبعدين يدوسونه سواء يدوي او غيره ما عارف انا ما لحزت على هاي العملية فشو يقول المثال المثال يقول شرطا عند الهيس ولا نزاعا عند الي النور اللي اوله شرط اخره نور خلونا نتفق ونحن ننهيس قبل ما نهيس قبل ما نزرع نتفق على الشروط ان كنت كم بتعطينا وكم بتعطينا من من الفايدة اللي بنحصرها كم بتوزع كم بتعطي الواحد كل واحد يعرف هيكون على بينا عساس شو النتيجة عساس ان ما يوم ما بيوم مني مثلا نحط الاعواد القمح نحط القمح كامل نحشه نحطه على الينور انتنازع لا كل حد ياخذ له شيء لا حين خلونا نتفق شرطا عند الهيس ولا نزاعا عند الينور افضل افضلنا نتفق الحين بدل ما نضارب ونتخارق مثل ما يقولون ونعمل مشاكل عندي يوم الحصاد فمثل ما قلت لأول شرط اخر نور فهذا المثل اخواني الاعزاء يدعونا الى يعني عدم الاخلال بالشروط وانا قبل ما نسوي اي شيء نتفق مع مع احد لازم يعني نحن نلتزم بالشروط هذه ونتفق قبل ما نشتغل انت مثلا بتيب عاملة تقول له مثلا اباك مثلا تشتغل عندي مثلا في المزرعة ولا مثلا تشتغل عندي في البيت تصلح مثلا شيء معين واشتغل عندك الريال اشتغل له مثلا نقول مثلا ثلاث ساعات او نص يوم اربع ساعات ويوميا بيخلص قلت له فلان كم حسابك قال حسابي مئتين ثلاثمائة درهم تقول له خلا يقول لك ثلاثمائة قال له قال له شو سويت انت بثلاثمائة شو سويت عزيان اعطيك انا قال لنت اتفقته يا اي هل انت مثلا يومية انا قلت لي بكم بتشتغل هذا الشغل ما قلت لي قلت لي تعالوا اشتغل فحين الحق عند ابنه عند صاحب المال ولا عند العامل هذا الفقير اللي يشتغل من اربع ساعات طبعا الحق وياه لان من اول ما شرط عليه ما قال ما اتفقوا يا كم مثلا بيعطيه ولذلك الغلط من الريال من صاحب المال من العامل يجب ان يعطيه فشو الفرق الفرق اللي هو مثلا اتفقوا ياه يوم يابا قال له مثلا انا عندي اباك مثلا تشتغلي تشده و تشده و تشده كم تبغي قال لا بغي ثلاث مين قال لا انا ثلاث مين ما بعطيك هذا عمل يعني ما يستاهل الكثرة بعطيك مثلا ميتر و خمسين قال له خلاص انا ابوافق هاي الساعة خلاص تعطيه تعطيه فلوس ها ميتر و خمسين غصبنا عليك تعطيه رضيت ما رضيت هو رضا ما رضا بتعطيه لانك اتفقوا ياه قال لك لا انا مثلا اتقالت وايد قال لا لا نحمد تفقين وها توقيعك وها لورقة خاصة انهم سوين لها ورقة تعطيه فلوس و يروح بس ولكن اذا مثلا ما سويت لها شي ورقة ولا شي ولا ما اتفقت الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من عمثالنا الشعبية وحييكم مرة اخرى ونحن شاء الله متواصلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الالكترونية ترجمة نانسي قنقر